المصريين المصريين اللي كان احتشادهم عن طريق جماعة الإخوان والمتجرة بأخطاء نظام مبارك ربما اللي جعلت المصريين ينزلوا ويتصدر جماعة الإخوان المشهد ثم تدخل الانتخابات وتيجي بعديها يفوز مرسي ثم يكتشف المصريين إن في سنة كاملة أو فيقلم من سنة كاملة في جملة من الأخطاء اللي لا يمكن أي عاقل أن يغفرها وإن البلد لو مشهد بعد كده حتبقى الدنيا أسوأ بكثير محمد مرسي اللي دخل موسوعة جينز ريكورد والكلام ده اللي بقوله ده مش تريقة ده حقيقة كأكبر أو كأكثر حاكم في العالم تم خروج عليه عدد من الطرائف والأخراج عليه المصريين كان مثال لكل من تسول له نفسه أن يعبث بمقدرات هذا الشعب المصريين النهاردة عدوهم مختلف عن عدوهم في 2011 المصريين النهاردة أو من ثلاث سنوات تحديدا في مدان التحرير كانت موجات الغضب وكانت موجات الزئير وكانت موجات أو مطالبات بإسقاط النظام هاي العنوان الأبرز سمدان التحرير النهاردة الميدان بيتلون بألوان كرنفالية والعدوهم مختلف هو الإرهاب ما بين 25 يناير 2011 و 25 يناير 2014 دروس مستفادة كثيرة يمكن نستطيع أن نفهم بعضها من خلال حوارنا النهاردة أرحموا معي بضيوفنا النهاردة معنا لواء أسامة طويل مدير أمن قناة السويس الأسبق وأيضا مساعد وزير الداخل الأسبق أهلا معك فاندم أهلا بك فاندم معنا أيضا الأستاذ شريف طاهر عضو والهيئة العليا لحزن الوفد أهلا بك أستاذ شريف أهلا بيك أبدأ بيك يا أستاذ شريف ربما جيل الشباب اللي حمل عدد من الرسائل له رؤية فيما يتعلق بالدروس المستفادة الدرس المستفاد بالنسبة لي أنا أنا من الناس اللي كنت واقف من 3 سنين في مدان التحرير يوم 25 يناير كنت موجود في المدان وكان ما كانش فيه من الناس اللي نزلت حد يتصور إن نزلنا يوم 25 كان يوم التلاك 25 2011 يقدر أنه يحدث هذا ينتج عنه اللي حصل في مصر في التلات سنين فهذا كان يوم تاريخي ومشهود ولا أتصور إنه ممكن حد من الناس اللي نزلت يبقى فيه يوم بيأثر فيه زي هذا اليوم بس اليوم ده كان فيصل بالنسبة لي أنا شخصيا يعني في إيه إن شاهدت الشعب المصري من كونو قعد فترة طويلة أسهل شعبي يتحكم في العالم ثم أتى يوم 25 يناير 2011 ومن يومها والشعب المصري من هنا وراح يكون أصعب شعب يتحكم في العالم شعب مصر من هذه اللحظة أصبح من أصعب الشعوب اللي ممكن ترضيها واللي داخل يحكم مصر لابد أن يعي إن المصريين من قبل 25 يناير غير خالص المصريين من بعد 25 يناير ولا بد أن يعمل على إرداءهم ولا بد أن يعمل على إن هو يكون واعي تماماً الشعب أصبح هو فعلاً مصدر السلطات والشعب استلد سلطته واستلد بلده النقطة الثانية أحب برض أقول إن مصر ما هيش يعني إحنا دايماً وإحنا في التلات سنين دول قعدنا نتعامل مع مصر على إنها بتتعلم لسه الديمقراطية أو بتخرج مصر ما هيش دولة حديثة مصر دولة قديمة جداً مرست سياسة من زمان أوي يعني والحقيقة مصر كان لها تجربة في التعددية الحزبية وفي الديمقراطية وفي تداول السلطة يمكن ما كانتش تجربة النجحة والكاملة ولكننا لم نأتي اليوم لنبدأ من الصفر إحنا بديين المفروض إن إحنا عندنا خبرات متراكمة وبنكمل عليها وثلاث سنين في عمر الشعوب وبالذات شعب زي مصر ولا حاجة فأنا يعني أرى إن إحنا صورة بدأت وحتتكمل والشعب المصري طالما أراد إن هو يصل إلى بر الأمان فهو سيصل إلى بر الإيمان بالنسبة للإرهاب جربنا الإرهاب وقومناه وانتصرنا عليه وسننتصر عليه مرة أخرى فبالتالي يعني هي فترة ممكن اللي عايشها بشوفها طويلة إنما في تاريخ الشعوب وفي تاريخ دولة زي مصر تلت سنين دي ولا حاجة فالتلاوى النظرة الأمانية لـ 25 ناير ربما تختلف عن النظرة الحزبية عن نظرة الشباب الشباب باب هم عمّة الزوكرة التانية طبعاً طيب 25 ناير 2011 ربما يعني سنحنا نوصفها أنها كانت كبوس بالنسبة للقوات الشرطة 25 ناير 2014 الزباط بتم تصويرهم مع الناس يعني الناس بتنزل تتصور معهم يعني رجل الشرطة في 25 ناير 2011 لو عيده لو حتى الآن حس أنه ربما ده حقه أن ما يبقاش في احتفال بيبقى في احتفال بمهنته الموضوع مختلف النهاردة تماماً طبعاً طبعاً حصل تحول شايفه زي طبعاً بسم الله الرحمن الرحيم نبدك بحب أن الشعب المصري بهذا اليوم الجميل والخروج كافة المصريين النهاردة بتعبر عن الوعي وحبهم لبلدهم وعودة الولاء للولاء للبطن إن شاء الله مرة أخرى وهو يعني أنا بردك بأشكرهم لأن أنا مبارح في برنامج السبعة أخيرة مصر طلبت من كل الشعب المصري أن يخرجوا النهاردة ولا يخاف مما يحتهو الله مما يتيه الجماعات الإرهابية وذلك النهاردة أنا بأقدم الشكر لكل الشعب المصري لنزول النهاردة الميادين للاحتفال بها الزكرة العظيمة دي بالإضافة إلى أن أنا بردك بأشد من عدد الشعب إنه هو يدعم شرطته ويدعم جيشه بالمساندة عشان نغطي هذه الجماعات المتوترة طبعا 25-2011 أنا كنت يعني كنت ماسك حكم دار معافز الأقصر وطبعا شفت هذه الأحداث قد أحداث أيام صعبة على الشرطة إن أنا أول مرة أفاجأ إن كل الأقسام عليها عليها هجوم والناس كلها متهاجم يعني بردك كان بالنسبة لنا حدث كبير وأول مرة أنا شخصيا حدثه لكن النهاردة لما يعني خدنا يعني الشرطة دفعت ضريبة الأخطاء السابقة للحكم على مدار 30 سنة تبع دفعت ضريبة كاملة يعني لكن الحمد لله رب العالمين إن ربنا شاهد الظروف إن الشرطة دلوقتي أصبحت غيرت العقيدة بتاعتها كلمنا على الأقصر شوية حفضل هان كلمنا على الأقصر شوية حركت في الأقصر وقت 25 يناير وشفت أعتقد مشاهد كان فيها نوع من أنواع راسف التعاديري الكر أو الغضب من قوات الشرطة أو إسقاط أخطاء النظام على الشرطة أو قوات الدخلية والآن الأمر تحاول إن الضابط الشرطة بالناس بتقول تتصور معافل كمان زي وزي الضابط الجيش على الأقصر أنه نجمس طبعا أو جي برضو معادلة مكتش موجودة طبعا هي المعدة على قطاع الشرطة ككل يعني النهاردة كانت الناس متجهة إلى أنها بتصب غضبها كله في الفترة السابقة للحكم كلها في قطاع الشرطة باعتبار أنه هو ممثل السلطة التنفيذية يعني وطبعا إن كان الشرطة بتدخي يعني كانت الأجهزة كلها بتستدعى الشرطة في كل حاجة يعني مشكلة في الصحة مشكلة في التلعيم كل حاجة الشرطة فكانت الناس يعني عاوزة تفرغ هذا الغضب كله في الشرطة حاليا الحمد لله رب العالمين الشرطة دلوقتي بعد أحداث 25 ناير تم تغيير العقيل الشرطية وبتحاول كل قيادات الشرطة تعمق فكرة الشرطة في خدمة الشعب بدأ تلاحهم بين الشرطة والشعب الحمد لله رب العالمين بدأ من 30 ستة وقدم الحمد جديدة جميلة بدأت الشرطة التقوبي وذلك الشرطة التي تقدم تضحيات زباطها وأفرادها وجنودها بتقدمها حبا في الوطن ودعم الشعب لها بيخليه برضك بيخليه أقوى من الأول يعني النهاردة يعني مش معانا تضحيات بيقدم تضحياته هو محبي هذه الضحيات عشر لا الروح المعنوية اختلفت من قبل 30 يولو ولكن الدعم الشعبي للشرطة والجيش مخليهم يقدوا أداء جميل بالرغم من الهجمات الشرسة التي نحن بتلقاها من الجماعة الإرهابية لكن الروح المعنوية القوية لدى أجهزة الشرطة والجيش ستتغلب على هذا في أقرب وقت ممكن صحيح السيد شريف يخلي الشعب المصري يحط الشرطة في كفة والإخوان في كفة فإذا سقط الإخوان يبقى الشرطة البديل وإذا سقطت الشرطة يبقى الإخوان بديل عندنا دليلين على ده يعني 2011 لما سقطت الشرطة كان الإخوان هم في المشهد عمر بصراحة ذلك حاجة لا لا أنا لسؤالي فيه حكمة معينة وحرك فاهمها يعني أنا بس عشان بس ما ننفيش الأمر أنا سؤالي فيه حكمة معينة لا هو أنا هاخد بس طرف خط من الكلام السيادة اللي أسامي قاله الشعب كان يرى في الشرطة مقبل 2011 هي يد النظام تمام هذا النظام هو نظام هو صاخت عدي والنظام كان بيسيء استغلال الشرطة إنما في النهاية أحب أوضح الزابط الشرطة في النهاية هو أخويا وأبويا وصديقي وجاري يعني ما فيش عداء ما بين عداء شخصي عداء شخصي ما بين الزابط الشرطة أو كده هو النهاردة أنا صاخت كمواطن على هذا النظام الممثل فيه اللي بيواجهني فيه يعني أنا النهاردة الناس كانت تقول لي إيه يعني سلطة هي رئيس الجمهورية بالنسبة الرجل اللي ماشي في الشارع بيسيء في نفس الوقت في نفس الوقت برضو عشان إحنا ما نقدرش نعيد كتابة التاريخ إنما في 2011 هذه الجماعة كانت مختارة إنها تقف في وسط الناس وفعلا كان الهتاف اللي موجود في المدان هو إسقاط النظام بدون شعارات حزبية إحنا كوافد ما نزلناش قلنا إن إحنا الوافد عايز يسقط النظام إحنا قلنا الشعب يريد إنقاذ إسقط النظام كان الأماكن مترتبة كده إنهم وقفوا في هذا الخندق والشعب هذا شعب طيب ما كانش يرى فيه الإخوان المسلمين في هذا الوقت ما كانش شاف منهم الوجه اللي شافوا في الثلاث سنين نعم ولكن عندما أصبح الإخوان في النظام أيوة فهم أو وعل مثل المناصرين هناك نقطة مهمة جداً لم يعيها الإخوان وهي النقطة اللي أنا قلتها في أول الحديث الشعب المصري يتحول يوم 25 من أسهل شعب بيحكم إلى أصعب شعب بيحكم فأنت حضرتك جاي لما تخيل أن أنت هتيجي تاخد الحكم وأرادوا بمنتهى العجرفة ابتلاع الدولة يعني هو تخيل أنه قالت إليهم الدولة وبالتالي يستطيع هذا التنظيم أنه يبتلع ويقدم هذه القدمة الضخمة اللي هي مصر ويبتلعها وتتحول مصري إلى دولة الإخوان طبعاً هذا الطمع والجشع السياسي ليه كان هو اللجوء للشرطة؟ اللجوء للشرطة لأن النهاردة في خضم هذه الأحداث وأنا بحمد الله على غباء الإخوان السياسي وأنا قلتها وهم في الحكم الحقيقة مش هم بر الحكم هذه الجملة أنه أما تيجي أنت تمسك بلد تستعدي قواتها المسلحة تستعدي شرطتها تستعدي قضاءها تستعدي إعلامها فمن يتبقى لك إذن؟ يعني أنت النهاردة كان ممكن نظام هذه الأخوان دي لو كانوا أكثر زكاء والحمد لله أنهم ما كانوش أكثر زكاء كان ممكن يحتوي كل هذه المشاريع يعني لو كانوا يفهموا في السياسة كحاجات بسيطة جد فهو النهاردة لما أبص أنا كشعب أبص ألاقي قواتي يعني أنا النهاردة ممكن أبقى لي يعني الشرطة هي ممثلة النظام بالنسبالي وعليها سخت وكذا ولكن لما أبص ألاقي أن النظام عايز يقضي على الشرطة ويغير شكلها شوفنا الزباط الملتحين اللي بتادوا يظهروا ويغيروا لنا شكل الشرطة اللي احنا متعودين عليها شوفنا قالت مراد موافي قالت يعني في محاولات مستميتة في محاولات مستميتة لأخوانة الشرطة وأخوانة القاتل المسلحة اللي جعلها ياد النظام علشان يحتوي ولكنه منسوا أن الشعب ده فطن في هذه الحالة قدر يفهم الشعب بمنته البساطة أن الأماكن تغيرت حس فعلا أن الشرطة عادت إليه لأنه كذلك أقول لك هو ما كانش فيه كرهيش غصية للشرطة هو كانت كرهياء أن الشرطة دي هي النظام اللي بيطبش يعني بيطبش بينا عن طريق الشرطة فلما تحولت هذه العقيدة إلى أن الشرطة أصبحت فيه خندق واحد مع الشعب ورأى أن هذا النظام يريد التهام هذه الدولة فهو الشعب مغيرش عقدته ولا فكره هو الشعب ببساطة زكي وأنا من الناس اللي هم عبارة أنا بشتغل في دائرتي وبشتغل الانتخابات فلنازل يعني نحن نقعد في وسط الناس على طول هذا الشعب من أذكى الشعوب سياسيا والناس اللي هي بتحاول تدعي أن كان فيه إدعاءات أن نحن مش جاهزين للديمقراطية وأن نحن لهذا الشعب يفطن تماما فإدر يرى المشهد إدر يرى أن هذه جماعة تريد ابتلاع الوطن وتتجه بإتجاه وإنه لا يريد أن يذهب ولأن الواقف صادد هذا الكلام هو الشرطة والجيش فكان من الطبيعي تبديل الأماكن أعتقد ليس ملاحظات على هذا الكلام كثير لا بشمان الشريف يتكلم من وجهة نظره الكشكشاب سائر ومن ناس المحترمين نعتز بهم لكن أولاً أنا أريد أن الشعب المصري هناك شيء ربنا أحب بها مصري حيث اسمها حزب الدولة حزب الدولة حزب الدولة هذه الجياد السيادية الشرطة الجيش القضاء البلطة الخارجية هذه الجياد كلها إلى حد كبير نحن نقول لها عريقة ما نحنش دولة ما نحنش بتاع النهاردة هذه مؤسسات لها سيستم عمل معين فها كوادر تشتغل صح وكانتش يعجبها ما يحدث يعني ما يحدث كان فيه خلل في الإدارة البلاد وكيف تتواجه وكيف تتواجه نهاردة الشرطة هي عصب الشعب هي أنه عارف كل حاجة هي أن نواحي الحياة المعتادة يجب أن يكون شرطة موجودة هذا شرطة موجودة طبيعة عملها أنها تأخذ الإنسان من المهد لللاحد. من أول أن ينزل وتأخذ شادة الميلاد. لغاية شادة الوفاة. يعني هي متدخلة مع الناس في كافة مناحة حياتها. فإن أردت أن تأخذ الشرطة. الحمد لله رب العالمين أن تبدأ تخش في أن الشعب يعرف أهميتها. وصفح عن ما سبق الشرطة. فإن أردت أن تحول المواطن نحو الشرطة بعد أن العدو الرئيسي في الشارع هو ضابة الشرطة. أصبح أنه تحول نفسياً نحو ضابة الشرطة. وأصبح أنه وجد فيه البديل بتاع الإخوان. النهاردة أفدنا بضابة الشرطة. أنا بس أريد أن أتحفظ الحكمية أنه عدو الرئيسي عمر المواطن ما كان عدو. عندما كان زابط الشرطة مختار أنه هو أو مش مختار. هو ممكن يكون في وضع مختار وفضع. والشرطة كلها ناس كان فيها ناس يعني زي ما هم يد النظام. ما كان فيها ناس شرفاء وكده. ولكن عندما كانت الشرطة يد النظام. فكان السخط الشعبي ممثل على الشرطة. لأنها ديلي في المواجهة. استفادت هنا الشرطة من الدرس ومبقيتش يد أي نظام. فرافضت تنتثل للنظام. طبعاً. الشرطة فنم هي وظيفتها الرئيسية حفظ الأمن والنظام. دي وظيفة أساسياً منوطة بها في القانون. بس النظام العام ليس نظام الحكم. النظام العام أي فعلا. لكن قدرها كان كده يعني أن الناس كان بتزخل عليها. لكن طبعاً دلوقت حالياً الشرطة أصبحت ما بتعملش أي حاجة إلا ما يرضيه الشعب. يعني إحنا عوزين دلوقت ماشيين في اتجاه الشعب ما يرضي الشعب. والشعب طبعاً إحنا عوزين برضك إن إحنا نصل ببلدنا إلى بر الأمان بإذن الله بالرغم. لذلك أنا أبدأ ببعد مع زباطي وناسي كلان من ذلك. كلهم عندهم روح معنوية عالية جداً جداً. في إنهم بيوجهوا جميع الصعاب ويوجهوا جماعة التعاديات. ومستعدين نقدم أكثر من كده تضحيات في سبيل استقرار بلادنا إن شاء الله يعني. وده لا يسنين عن إتمام المؤمرية. وإن شاء الله جميعاً والتهمين بتوع المدريد الأمن القرى إن شاء الله في غضون هذا الأسبوع. ومستعدين ضبطهم بإذن الله. ولأن بردك إحنا عندنا بفضل الله ناس زباط على مستوى عالي جداً من الكفاءة في الأداء. ويعني مش هيبرد نارنا زي قول إلا ما دي جابهم ويقدموا للعدالة. وأن يوضح إن شرطتنا شرطة قوية بفضل الله. بفضل الله ومساعدة والمساندة الشعبية. وأنا بطلب من الشعب برضك إن يساند الشرطة بالمعلومات وبالمؤذرة الشعبية كبيرة. أنا عايز حركة أبصى على شاشة عامدة دي مشهد من الاشتباكات النهاردة إلي جماعة الإرهابية كانت قائمة بها في ميدان رمسيس. اليوم المشهد اللي اترر في عدد من الأماكن كان في حلوان كان في شارع الهرم. كان في محاولة مستميتة من أنصار جماعة الإخوان أنهم يخشوا النهاردة من دان التحرير مروراً بميدان رمسيس ولكن كان فيه اشتباكات قوية جداً في ميدان رمسيس. كلها عزيز سرين راتفان دي كلها يعاد النهاردة جميع المشاهرات اللي بتطلع معروفة بقت معروفة في القيرة. مطقة الألف مسكن ومطقة حلوان يعني دي كل مناطق اللي بتركز فيها الإخوان يعني. كل دي سنقات محطوطة لدى جميع القيادات الأمنية في كيفية التعامل معها لأنه مرات أصبحهم مكشو فيه لدى. يعني يعني السيناريو بقى معروف يعني دي هو هم منطقة الألف مسكن هتطلع منطقة طلبية هتطلع منطقة كذا هم بقى بقى مقروئين للجزء كلها. هي لولا أن الأجهزة التي تتعامل معهم بضبط النفس كان تعبتهم برضى. كان الناس فاهمة أن احنا مش قادرين عليهم لأننا قادرين عليهم. لكن هم عاوزين يدخلونا في مرحلة عنف. عاوزين يدخلونا في مرحلة عنف. عاوزين سقوط ضحايا كثيرة منهم عشان يستغلوه إعلاميا ضد الدون. لكن هم معروفين ومعروف حجمهم. وآخر مدعم. لكن كلما سفينة البلاد تقترب لمرأ الأمان هم هيزدادوا من عملياتهم. ده حقيق. لغة الأرقام بشمهند الشريف. النهاردة كان في حوالي 300 واحد في مدان طلعت حرب. أحرقوا صور الفريق السيسية وهتفوا ضد الجيش. وتعامل معاهم مش قوات الشرطة ده المصريين اللي كانوا موجودين في التحرير. وكذلك أيضا فيه عدد كبير من المناطق في مصر. كان فيه محاولات لاستفزاز قوات الجيش والشرطة. صور الف ماس كان صور في حلال. أرقام دول وأرقام اللي كانوا في بدان التحرير دلالتها إيه؟ أنا ما أحبش أخش في لعبة الأرقام دي هيا ولكن أنا أحب أشوف أن مصر في المرحلة القادمة يكون فيها مساحة لكل من يريد أن يعبر عن رأيه. النهاردة كان فيه مبموعة إحنا لازم نبقى فاهمين وواضحين إن هو كلنا نزلنا مع خارطة الطريق اللي أعلنت. ولا بد من التوقع إن هيكون فيه ناس معارضين. مش كل المعارضين إخوان ومش كل المعارضين إخوانة ومش كل المعارضين إخوانة وفيه ناس ليها تحفظات. أنا أتفاهم تماما أن قيادة هذه السفينة إلى بر الأمان عملية في منتهى الدقة والصعوبة ولكن هذا قدرنا. يعني إحنا النهاردة بنمر بأحرج فترات تمر بها مصر في تاريخها والمهمة قمة في الصعوبة. فأنا أتمنى أن نحتاج كل جهود كل مواطن سواء حتى مؤيد للخارطة الطريق والاتجاه العام أو حتى له تحفظات أو معارض طالما هو مواطن مصري فلابد أن نتعامل جميعا كيد واحدة حتى نقاوم هذا الخطر الجاسم على حدودنا وجوه وداخل أراضينا لأن النهاردة زي من تحداك شفت الأحداث اللي بتحصل. إحنا بقلنا فترة مثلا كانت العملية كلها محصورة في شمال سيناء. في الفترة الأخيرة نشوفها جوه القاهرة. نشوف سهولة وصولهم هؤلاء الإرهابيين إلى نقطة معينة. نحن طبعا مقدرين أن نحن لازم ندفع تمام معين في أن نقاوم هذا الإرهاب. ولكن أتمنى أن نكسب كل الناس اللي ممكن نكسبهم ويوفوا في صفنا. لأن هذه المعركة معركة يعني في منتهى الخطورة في منتهى الحساسية الحقيقة. أنا يعني مهما قعدنا نقول قد إيه العملية مش سهلة. ومهما قعدنا نتكلم وطوعا سيدة اللي هو أنا وكلنا وهو بنتكلم برا. يعني اللي نقدر يتقال قليل بالنسبة للناس دي بتواجهوا وبتقاوموا. بس في خضم هذه الأحداث لابد من وجود مساحة حتى للتلتمائة شخص اللي موجودين في المدان طبعة حرب طالما لم يعتدوا على السلم العام. إذا كان فيه شخص يعايز يعبر عن رأيه أنه ضد هذه خريط طريق تلتمائة شخص لن يؤذوا المشهد العام. لن يغيروا فكر الناس اللي موجودة في المدان. ولكن محاولة تصورهم على أنهم مجموعة طلعة نشاز في النص بيخدم تسليط ضوء على أن الحجم نفسه ليس هو اللي هيبقى الموضوع الصحفي. هيبقى الموضوع الصحفي في الخارج هو أن هناك تلتمائة واحد عايزين يعرضوا ويتم قمعهم. نحن لسنا بحاجة إلى ذلك نحن نستطيع أن نتحاور وأن نتحدث وزي ما قلت لحضرتك. برغم أن قلت قوات الشرطة مش هي اللي تعاملت معهم وأن الناس هي الغضيبة هي اللي تعاملت معهم. أنا ما بقولش قوات الشرطة على فكرة. خلي بالك. إحنا دلوقتي بقينا إيه. وحد يا إما مؤيد يا إما أنا متفق معك جدا. أي أسوأ أنواع القمع. أسوأ أنواع القمع هي قمع الشعبي. أي يعني النهاردة لما يبقى المواطنين نفسهم هم اللي ما عندهمش استعداد إنهم يسمعوا رأي آخر ده بيبقى أصعب. الشرطة جهاز تغيرت عقدته بتغيير يعني الضغط اللي كان واقع عليه. إنما لو ترسخ في نفسية الناس إن اللي بيعرضوا أو بيتكلم في أي موضوع غير اللي أنا حبه وغير اللي أنا عايز أسمعه. يبقى لا يبد إحنا كشعب إحنا اللي بنفسينا نقمعه زي ما حصل كده. ده دمت هالي مؤشر خطر. دمت هالي مؤشرون. أجل، أن أتعقبوا على كلام البشمن الشريف. أشكره على روحه لتجاه الرجال الشرطة والجيش. أنا النهاردة عريد من هذ المنبر أحيي الناس اللي هي الشعب الجميل اللي هو كان يهتف ضد الإرهاب في كل مكان تم تفجير فيه. ده زاهرة جميلة جديدة زهرت عندنا إن الشعب نفسه رافد ما يحدث. لكن حتة احنا معدلات ثقافة الحوار والخلاف لسه الوقت المفروض نبدأ بها نعلم الأجيال ازاي نضع لما اختلف معها البسمن الشريف او الأستاذ مصطفى ما نهدش المعبد دي ثقافة لازم نتم اعداد لها لازم نضع في سقف الوطن في سقف الوطن مش معنى ان احنا نختلف مع رأيي في رؤف معينة ان احنا نهدم الوطن دي اللي انا الاقي الجماعة الارهابية اللي هي ما عندهاش فكرة الوطن وفكرة الوطن هي كل تركزهم على فكرة الجماعة وليس فكرة الوطن فالنهضة لابد من الجهزة التنفيذية تهتم والجهزة الاعلامية تهتم بنشر ثقافة الحوار لبقى ناس بنتحاور من اجل مصر وليس لهد من مصر الناد بدأت بقى زي خصومة الناد انت ايه وانا ايه بقى في خصومة دي موضوع اللي انت بتكلم عليه ده ده في موضوع الخطورة لكن مطلوب ان احنا نبدأ نبدأ زرع زرع او نزرع ثقافة الحوار الاخر ده ولي قاله ليست شريف صح ايوه امانة ما قالش حاجة غلط لا انا بقول نزرع الثقافة هو رجل بيقول احنا بنقول لنا انه ما هو على القائم التي ان ده من اختلاف مع بعض من شمال ان احنا نختلف مع بعض ان احنا نهدم الوطن او نهدم لا احنا كل واحد له رأيه بس لصالح الوطن بس انا عاوز اوضح نقطة ان الاجهزة الشرطية او اي الاجهزة الرسمية امرها ما بتقمع اي وضع يعني ايه يعني احنا بيخاوف الامن كله اي خروج اي مظاهرة عن نطاق الشرعية بتاعتها لانه ما زنب المواطن ان هو تحرق عربيتو ايه ما زنب المواطن ان تكسر محلو ايه النواطن منوش تزنب المواطن ان المواطن مسالم نعم لكن لو عاوز اي حد يعبر يعبر عن رأيه ده شيء جميل طبعا احنا وقت في توقيت دلوقتي كلنا بنعيش تجربة جديدة لازم كل هذه التجربة تفرز افرازاتها سكوات انا الجهبية او سلبية في الاخر نصل الى اتخارطة يعني نفس خارج الطريق بالاسلوب الامسل زي ما حالك قلت ان احنا فيه ادق مرحلة هي المحارة الانتقالية حتى ترسوا السفينة باذن الله على بر الامان يعني في حملات ربما ظهرت في مدانة التحرير بعضها حملة سمت نفسها كم الجميلة بتنادي بترشيح الفريق السيسي رئيسا تعاليك حضرتك عليه اولا الفريق السيسي شخصية وطنية قوية اتمنى النصحون تعالى ان يوفقه في قراره في الترشح يعني ان هو شخصية وطنية سوف يعيد الولاء للوطن فكرة الولاء للوطن لا بد ان تعيد مرة اخرى هذا بعض القطاع مقطع الشعب ثاني حاجة هو يلم بحجم المشاكل الحقيقية التي تمر ببلاد يعني بحكم موقعه ان هو عنده حجم الحقيقي للمشاكل وكيفية المعالجة بتاعتها فبلاد الله سبحانه وتعالى ان يوفقه في الترشح ويوفقه في حل وتحقيق طموهات الشعب المصري شو الشريف تعليقك على الكلام مبدئيا انا هعبر عن رأيي الشخصي لان احنا طبعا كحزب لسه لا احنا حزب الموضوع لم نتطرخ اليه لان هو مفيش لسه مجال الكلام عن انتخابات رئاسية رأيي الشخصي انا اتمنى ان احنا نخش في انتخابات البرلمانية اولا انتخابات البرلمانية تبقى للدستور الجديد هي اللي هتجيب لنا حكومة لأول مرة في تاريخ مصر هتبقى حكومة منتخبة من اغلبية وبدون وجود يعني طبعا كامل الاحترام والتقدير لرئيس عدل بنصور هو كرئيس مؤقت فهو ليس رئيس حزبي ولا ينتمي الى اي مؤسسة حزبية ولكن هيكون عندنا ارساء لقاعدة وهي ان الحكومة القادمة لو كانت انتخابات البرلمانية الاول هي هتكون حكومة الاغلبية يعني انا برضو عشان بس انا بس قدامي بس خمس دقاي ماذا لو كانت الانتخابات الرئاسية اولا انه ربما الرأي السائد الان في مؤسسة الرئاسة هو لا ده مش صحيح مش صحيح ان الرأي السائد ان الانتخابات الرئاسية كل ما تم خلال لقاء الرئيس عدل بنصور مع سواء الشباب او الاحزاب او نقابات حتى يتم الاعلان عشان بس ما نختصر الوقت حتى يتم الاعلان عن الانتخابات الرئاسية هي الاول فاحنا ماشيين بخريطة الطريق اللي بتقول الانتخابات البرلمانية الاول وفي هذه الحالة المواطن المصري شؤونه رغيف العيش طريق اللي بيمشي فيه المواصلات الحاجات دي كلها بتأثر فيها تأثير مباشر الحكومة اللي هو حينال حق انتخابها عن طريق انتخابات برلمانية ودي هلها تأثر ودي هتحقق الاستقرار الاقتصادي والتموي سريعا لو كانت الانتخابات الرئاسية اولا انا الحقيقة يعني طبعا انا عندي زي ما بقولك من وجهة نظري الشخصية تخوفات تخوفات في حالتين في حالة ترشح الفريق السيسي وفي حالة عدم ترشح الفريق السيسي الحقيقة مغرد جود الانتخابات الرئاسية الاول هتحطنا في معضلة كبيرة اذا ترشح الفريق السيسي فهو فوزه تقريبا شبه مضمون وده توقع سياسي وليس مساندة او كده ده توقع وقراءة للمشاهد فوز الفريق السيسي بالرياسة حيضع في ازهان الناس ان طبعا هو رجل عسكري وانا يعني اعلم تماما ان ارتداء البدلة العسكرية شرف يعني ارتداء البدلة العسكرية شرف ولا ينخلع هذا الشرف حتى لو خلع هذه البدلة فيعني احنا انا لا اتحدث اليوم عن خلفيته العسكرية النهاردة يوم ما ييجي فريق عفتاح السيسي يبقى هو رئيس الجمهورية في ذهن الناس هيبقى عالق ان اللي بيحكم مصر هو رجل قوي عسكري فاخشى ان هو المهام الصعبة اللي هتكون امام رئيس مصر القادم في حالة ان هو جات مصر بانتخابات رئاسية يبقى يعلق في ذهن الشعب ان اللي هيحلها هو فريق السيسي وسقف التوقعات هيكون عالي وانا قلت لك ان الشعب المصري هيكون شعب صعب جدا حكمه عنده مطالب اقتصادية وعايز وظائف عايز تعليم عايز صحة عايز وعايز وعايز عندما يجد امامه الفريق عفتاح السيسي هو رئيس البلاد هيكون المطالب مباشرة اليه وهيكون هو ممثل هذه السلطة فاخشى ان يتحول الحب في فترة وجيزة الى سقط وبالتالي هنخسر ان الناس هتنزل ضد الجيش يعني دي انا اخشى منها اذا اعتقدش ساعت الناس ان هو هيبقى خلع باتلته العسكرية وهصبح شخصا مدنيا ده 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 الحتة اللي انا قلت لك في الاول ان مهما خلع باتلته العسكرية في ذهن الناس هو نال شرف ارتداء بدلة العسكرية للوطن النقطة التانية طب لو ما ترشحش الفريق السيسي ده خطر اكبر ان احنا هنبص نلاقي نفسنا امام سيرك من مرشحين الرئاسة الحقيقة يعني اذا كنا احنا شفنا قبل كده المرحلة اللي فاتت ودخل فيها كان مهرجان مرشحين هنلاقي فيها مأساة اكبر الحقيقة فالمخرج الوحيد من هذه المعضلة سواء ان ترشحه كمشكلة وعدم ترشحه اللي هي برضو مشكلة المخرج منها هو ان احنا نأتي بحكومة منتخبة عن طريق انتخابات برلمانية تجيب لنا انتخابات برلمانية اللي هتكمل مؤسسات الدولة هيبقى عندي سلطة التشريعية اكتملت السلطة التنفيذية لانها حكومة هتبقى نبعة من البرلمان هتكتمل السلطة القضائية مكتملة مؤسسات الدولة تكتمل وتبتدي ساعتها فعلا العجل هتبتدي تمشي ولا يوجد ما يمنع وجود الفريق اول عفتاح السيسي كوزير دفاع والاجهزة الشرطية اللي موجودة النهاردة انها هتكمل المشوار حتى تحتوي الوضع الامني ده مفيش حد يختلف ان هو ده اللي هيكون الوضع القائم فانا اتمنى من كل قلبي ان تأتي الانتخابات البرلمانية اولا وان تأتي الانتخابات البرلمانية بسرعة لان وجود برلمان هيحول كل الصراعات اللي حدك شايفها في الشارع دي الى صراعات داخل البرلمان وان شاء الله بقى الناس تكون في بحثها والبرلمان بس طالما احتوناها داخل اصوار وتحت قبة البرلمان هذه صراعات تكون منوشات سياسية ودي ما فيش ايضا طريقة كستلا هو الوقت طبعا انا عاوز اقول بك نقطة الفريق السيسي يعني فريق اول عفتاح السيسي تميز بالموضوعية هو عارف حجم المشكلة هو عارف حجم المشاكل اللي فيه البلاد هو سيادته بتميز بالموضوعية والشفافية يعني ان هو الشعب اللي هنذا بيحبه هيعرض مشاكله على الشعب كما هي وكيفية الحلول لها انه هو صادق مع الشعب الشعب المصري مستعد يتحمل الكثير 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 بس يبقى القيادة بتصدق معها في كده يا حاجمش متخوف من اي سيناريو انت رشع الفريق السيسي الى سلطة الحق يعني هو يعني شوف التخوف كله هو في الجماعة الاخوان هما بيعتبروا ان دينا وعندها ضدهم نعم لكن احنا عم مصلحة البلد في هذه التوقيت محتاجة قيادة قوية وطنية تتولى الموضوع تطمئننا جهزة الشرطية ان كان هناك شخصا دخل فيها عسكرية في الحق فاندم الجهزة الشرطية بتعمل وفقا للسياسة الدولة وفقا للسياسة الدولة ايا كان الشخص المتقدم في الاساسة دي سياسة الدولة بتعمل فيها بتعمل وفقا للسياسة لكن يا زادة اطمئرها الترشح ناس عاوز الترشح اللي واجد في نفسه القدرة على قيادة البلاد في تلك المرحلة يتقدم محدش يحجبه ان هو يتقدم يعني النادل يتقدم المشهد يتقدم إذا كان لديك الرؤية والقيادة في هذه الفترة الصعبة من البلاد تقدم والعكس احنا ما شفناش قبل كده حاوز الترشح رأس الجمهورية كل النادل ناس عاوز الترشح اهلا وسهلا لكن انا شخصيا بشايف ان الفريق اول عفتاح سيسي عدولانا وبالتوفيق ابعا فيه اذا كان يقبل الترشح منه دي قراره لكن هو انسب شخص في تلك الفترة يحتوى البلاد لمعرفته حجم المشاكل وحجم التهديدات التي تقع البلاد طب النهاردة التحالف الوطني دعم الشرعية اعلن في بيان رسمي ان هو حيقوم من النهاردة حتى 11 فبراير في التجمع في نفس المناطق اللي اطلقت منها مظاهرات اليوم وصولا الى ميدان التحرير تتوقع ان هو يقدر يوصل لمدان التحرير ولا حيشل البلاد لغاية حتى شرفه براية لن يستطيعوا التواجد في اماكن الدولة لا تريد ان يتواجدوا فيها ولن يدخلوا ميدان التحرير ولا مصابة محمود ايا كان ولا الميدان الرئيسية وده حاجة استراتيجية قومية هتم يعني دولة دي حاجة مش هتم دي سيادة الدولة تتمثل في هذه الميدان ولن يدخلوها اطلاقا وانا اقول الحراجة الوقتي يعني موافر ايخ الشريف انا يعني طبعا احنا انا اعي تماما حجم الخطورة اللي احنا فيها النهاردة من هذه الجماعة ما بيشغلنيش حجم مظاهراتهم على الاطلاق لان انا زي ما سيادة اللي وقالهم عندهم وسائل التعامل معاهم طبعا احنا هندفع ضريبة هم هنتعطل وهنوقف اتمنى انه ما يكونش فيه ضريبة دم من الشعب نتيجة هذه المظاهرات زي ما حصل النهاردة 25 واحد ده رقم ضخم جدا والشيء اللي يحزني ان احنا اصبحنا يعني ان احنا بنقول احصائية دلوقتي فدي حاجة احنا اتمنى ان مصر تعبر هذه المرحلة بسرعة ولكن ما يعنيني هو الخطر اللي جاي لنا مبارا التفجيرات دي دي مش تفجيرات دي مش تفجيرات يعني لوحدهم هنا هم من القطرين جسسية دي في دعم خجايلهم يعني عشان كده انا بشد على يد القوات المسلحة والشرطة لان المهمة هي دي انما عملية مظاهرات من هنا لغاية 11 فبراير انا يعني متهيلي دول الشرطة القادرة تماما على السيطرة على هذه المظاهرات احنا كشعب عندنا استعداد تام ان احنا ندفع ضريبة العطلة اللي هنتعطلها طالما هنصل في النهاية الى بر الامان طب النهاردة الميدان ممتلئ بالجماهير غدا لن يكون ممتلئا مهدي ده يعني هيصعب مهمة الشرطة الحقيقة والجيش والجيش يعني في غلق الميدان في غلق احنا من ناحيتنا كمواطنين وسنمتسل وهندفع هذه الضريبة من العطلة الميدان ده لما بيتقفل مصر يعني بتصبح القاهرة بتصبح في حالة مرورية صعبة ولكن ده ضريبة بسيطة جنب اللي الناس دي بتواجهها يعني ايا كانت الاجراءات اللي هم هيتابعوها احنا موفين عليها بس زي ما قلت لحضرتك نحن نضع هذه المظاهرات والاحتجاجات والاتحاد اللي حضرتك قلت عليه ده هو مش فاكر ما نتذكرش اسمه حياء اقول ان تحرفون الدعم الشرعية ده موضوع يعني احنا كشعب او احنا بنتمنى ان احنا يعني يعني بعندنا رفاهية احنا كقوة سياسية بعندنا رفاهية ان احنا نتجاوزه ونترك امره الى المؤسسة الامنية احنا بنفكر في المستقبل وبنفكر فيه خود انتخابات بنفكر فيه عن ابني الوطن ازاي والخطر ده يعني المظاهرات ده امر بسيط عليهم ان شاء الله هل الشعب المصري يمكن ان يقبل فترة دمج لجامعة الاخوان سياسيين في الشارع بعد 30 يونيور لا ما فيش حال اسمها جامعة الاخوان خلاص يعني جامعة الاخوان المسلمين اصبحت تنظيم مدرج مصريا ودوليا على انه تنظيم ارهابي وغير مسموح بتواجده في مصر انما في نفس الوقت لازم اقولك ان فيه مواطنين كتير مصريين كانوا متعاطفين مع هذا الطيار اللي منزلش قتل ومنزلش حرد ومش موافق على القتل ومش موافق على التحريض وانخدع فيه هؤلاء الناس على انه ممكن يكونوا فصيل وطني بحقق يعني طيار ايديولوجي هو مؤمن به ودلوقتي يعني فاق ان الناس دي عبارة عن ناس كانت بتبيع الوطن فاهلا بيه يعني احنا مفيش حاجة اسمها مواطن مصري صالح بينزل شغل ويروح الصبح ويرجع ويودي ولاده المدرسة ويروح تماما كان عقدته وماما كان جماعة انصار بيت المقدس يا ست اللواء بغطاء يعني ارتبط اسمه بجماعة الاخوان شو فاندم جميع العمليات اللي بتتم من عناصر التكفيرية بتصب في مصلحة الاخوان وهم وراها بالتمويل وبكل شيء وفي الاخر بتهدف اللبس لحته هو دي كلها وجماعة البيت المقدس ما يروحوا يحرر البيت المقدس هو جاي مواجه لنا ليه لا حد يش فاهم والله نعم لكن عايز اقولها لك يعني احنا دي كلها مسميات مسميات بيتموها كجماعات تكفيرية لنصب هذا العمل لها لكن طبعا احنا في مواجهة شارثة لان احنا عندنا دول مخابرات دولية بتنصق هذا العمل ضد الشعب المصري وده اللي بيهدي حجم الخطورة لكن انا بعتبر كرجل امني ان المصدر الرئيسي هو الشعب هو ده الجديد ان عندنا الشعب هو متصدر المشهد هو ده اللي مخليني امن على هذه البلد طالما ان الشعب نفسه قابل هذا الموضوع اذا الموضوع يمشي في الاخر وفقا لما هو مقرر له اسمحي بس الحتة دي في حتة انصار بيت المقدس بالذات احنا من احنا كحزب احنا من اخدم الاحزاب وعصرنا الاخوان المسلمين ومن اكتر الناس اللي عارفين التنظيم ودرسنهم لازم تفهم ان تنظيم الاخوان المسلمين هو التنظيم الام من عام ٢٨ هو اللي طلع منه كل التنظيمات الجهادية الاخرى ده امر معرف بالاضافة الى ذلك هو تنظيم دولي موجود فيه حاجة اسمها حماس حماس دول ينتموا ولاء يعني ولاءهم تماما للاخوان المسلمين وبيطلعوا ببرانز مختلفة يعني انصار بيت المقدس دي انا توقع انهما تنظيم حمساوي بيدعم الاخوان الولادة حماس ستشريف طاهر عضو لجنة والي لحزب الوفد شكرا جزيلا لك اللي هو قسما الطويل شكرا مساعد وزير الداخلية الاسبخ شكرا جزيلا لحظتك المصرين النهاردة كسروا حاجز الخوف لأول مرة لثالت مرة كل ذكرى لثورة يناير كان فيها تحدي جديد سواء تحدي للاخوان بنزلهم في العام السابق سواء تحدي للنظام مبارك سواء في نزلهم في 25 هلاير 2011 والان كسروا حاجز الخوف غير عابقين بكافة الهجمات اللي ربما انطلقت على مدرة امن القاهرة والقنبلة بجوار قسم الدقي واسم شرطة الطلبية وتفجير الصبح النهاردة في السويس ونزلوا رغم تهديد انصار بيت المقدس في بيان رسمي بأن من نزل من بيتي فهو غير آمل سبحان الله شعب غريب ورسالة واضحة وقوية المصرين النهاردة نزلوا مفيش حد خاف والجماعة مستمرة في تهديداتها انها من نفس اماكن او تمركزات الانطلاق اللي كانت النهاردة وخرجت حصلت مع اشتباكات مع قوات الامر ربما حيتكرر هذا الامر مع 11 فبراير حتى يوم 11 فبراير كيف سيكون الحال وكيف سيكون اشتباكات ده اعتقد انه ممكن يبقى العنوان الرئيسي بكرا ان شاء الله ان احيان ربنا في صفحة الجديدة نشوفكم ان شاء الله بكرا مصباح على خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة